تداولت بعض الصفحة الموالية للبوليزاريو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صورة لجندي مغطى الوجه تظهر خلفه أرتال من الدبابات مرفقة بالدعاء يفيد بأنها تعود لشخص من الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليزاريو وأن هذا الأخير سينقل المعركة داخل التراب المغربي هذه للدعاءات كذبة الصورة قديمة والتعود لسنة 2015 وهي لأحد جنود الجيش السوري